دكتور فاضلي دي أو كسر هنقول الصحور ونقول بقى النظام الإسبوعي الصحور بسيط خالص احنا عايزين فيه عيش عايزين فيه فول عايزين فيه ممكن يكون فيه بليلة ممكن يكون حمص ممكن يتحط فيه جبنة يتحط كباية لبن يتاخد فيه عصير يتاخد فيه كباية زبادي مش أكتر ده الصحور بتاع النحافة ممكن نرفض فيه سمرت فاك طيب النظام الإسبوعي النظام الإسبوعي عندنا أنا هرجع علشان السلايد الأوليني أيها ده صح؟ ده اليوم الأول والتاني والتالت والرابع اليوم الأول أنا عندي طبق شربة أي نوع ما عنديش مشكلة فيه خالص ربع فرخة أو نص فرخة مشوية أو مسلوقة صلطة خمس معالق مكارونا مش أكتر اليوم الثاني مأكولات بحرية أو أي بروتين كل واحد يفضل قطعة مكارونا بشامل تكون متوسطة خضار أي نوع صلطة خضرة عليها زيت زتون اليوم الثالث ربع أو نص فرخة مشوية وخمس صوابع محشي أو اتناشر صبع محشي ورق عنب وخضار وصلطة خضرة اليوم الرابع مشروبات دي مشويات دي مكتوبة غلط هنا هي مشويات زيت خضار زيت صلطة خضرة اليوم الخامس هيكون برضو مشويات وما بين الفطار والسحور بيكون في بولت آيس كريم احنا عندنا بولت آيس كريم كل يوم ما بين الفطار والسحور الست أيام وبلاش نقول الست أيام العشر أيام بقى ان شاء الله فسواني سريعة جدا جدا النصيحة النصيحة بتاعتنا ان الكركدي الناس دايما بتعمله وبتشربه ممكن يومين وثلاثة واربعة لأ ممنوع شرب الكركدي بعد 24 ساعة من عمله لأنه بيبدأ يرصب الأجزلات وده بيسبب أضرار بالغة للكم بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام وبشكر حضراتكم مشاهدينا ونشتكم بكرة بإبن الله على خير اشتركوا في القناة